اهلا بكم دلوقتي هنشوف مع بعض الكلمات المهمة الخاصة بالدرس الزوتيو بيساعي وبعد كده نكمل مع بعض اهم النقاط اللغوية الخاصة بالدرس نشوف مع بعض اول كلمة اول كلمة كلمة مهمة جدا ومش لازم استخدمها في جملة ولكن بتتقالها على طول في الموقع هي كلمة كلمة زي ما بركيجي اشجع حد وقوله عاش نفس المعنى بتاع كلمة عاش دي الصينية عندهم زيها بالظبط اسمها كلمة كلمة أساسها معناها كلمة يزود فعلا أساسي بمعنى يزود الحاجة او يضيف شيء كلمة معناها الزيت او البنزين فكلمة يزود بنزين او يزود زيت معناها زود في الحاجة دي او عاش يبقى كلمة دي اعيو بنستخدمها لما بنيجي نشجع حد دي اعيو او دي اعيو او دي اعيو با عندي بعد كده فعلا أساسي اسمه فعلا أساسي بمعنى يرن او حاجة تعمل صوت ممكن نقول لك معناها الموبايل بيرن ممكن نقول لك يعني ايه الباب او جرز الباب بيرن يبقى كلمة يرن او يصدر صوت ده اسمها نيجي بعد كده يكلمة شين معناها حد ينتبه لشيء او معناها حد يستيقص ممكن نستخدم وراها فعلا بتاع العيو يبقى كلمة شين لعيو معناها حد يستيقص عندنا بعد كده كلمة اسمها معناها حد مستعجل ان هو يعمل الحاجة معناها ان كل يوم بيكون مستعجل وهو بيبدأ الشغل بتاعه او كل يوم بيكون مستعجل وهو رايح الشغل بتاعه عندنا بعد كده فعلا أساسي اسمه خدنا قبل كده كلمة معناها الجبل فلو حد هيتسلق الجبل يبقى اسمها كلمة يبقى كلمة عندي الفعل ومفعول معناها يتسلق الجبل كلمة بحا برضو ممكن تيجي بمعنى الزحف حد يسحف على حسب السياق هيجي معايا ازاي نيجي برضو بعد كده الفعل أساسي اسمه دي بمعنى يدفع يزق الحاجة لما بتيجي تقف قدام الباب بيكون عندك كلمتين ادفع واسحب هتكون عندك اول كلمة اللي هي يدفع الباب اسمها فممكن اقول بكل سهولة يعني يزق الباب لكن لو عايز اخد عكس الفعل ده اسمه فتبقى معناها يسحب نيجي بعد كده الفعل التاني اسمه معناه يلقي الشيء او يرمي فممكن بكل سهولة اقول لك يلقي القمامة او يرمي الزبالة مثلا فبكل سهولة اقول لك يعني بلاش او بأمرك او بنهيك عن فعل الحاجة دي انك بلاش طوق القمامة في الشارع نيجي مع بعض الآخر كلمة خدنا قبل كده كلمة طوز طوز القرنب عندنا النهارده كلمة وقوي وقوي معناها السلحة فممكن اقول لك ان الوقوي بحا مش معناها بتتصلك ولكن بديجي بمعنى الزحف وبكده نكون شوفنا مع بعض أهم الكلمات الخاصة بالدرس تزوطي وبإسعى دلوقتي هنبدأ مع بعض الأهم النقاط اللغوية اللي هتظهر بعين بعد كده في الحور أول قاعدة لغوية معنا النهاردة وهي الفعل ولكن بنحط قبليه كلمة إي وزي ما قلنا لما بيكون عندي أي قواعد لغوية أو أي نقاط لغوية أو تركيب ما باخدش كل كلمة على حدة معناها إي ولكن باخد التركيب كفاكتج زي ما بنقول بناخدها لوحديها بمعناها يعني لما بنحي كلمة إي وبعديها الفعل بيجي الفعل اللي بيعبر عن إنه بمجرد أن بمجرد ما بيحصل كذا بيحصل عندي كذا يعني ممكن بكل سهولة بقول معناها إيه؟ أنا أول ما شفته أو بمجرد ما شفته أنا مشيت على طول يبقى إي وبعديها الفعل بتعبر عن بمجرد حدوث الحاجة دي هيحصل عندي فعلتين دب بكل بساطة التركيبة بتاعت إي الفعل وممكن بعد كده في الجزء التاني من الجملة أحط دي أو ش وممكن برضو ما حطهوش تعالوا نشوف مع بعض أول جملة أول جملة عندي بتقول يعني إيه؟ الصبح في شخص خبط الباب وعندي كلمة معناها يطرق الباب كلمة يعني يخبط يبقى الصبح في شخص خبط الباب فتحت الباب وأول ما بصيت لقيته مين؟ لقيته تعوى وزي ما قلنا بعد إي بنحط الفعل وممكن في الجزء التاني من الجملة أو في الجملة التانية يجي عندي الفعل الش أو الظرف اللي هو وبتعبر عنه بمجرد حدوث كذا سيحدث عندي كذا يبقى بكل سهولة الفعل ده بيحصل بيتابعه فعل آخر نقول الجملة كمان مرة الصبح في شخص خبط الباب يعني أول ما فتحت الباب أو لما فتحت الباب أول ما بصيت أو بمجرد رؤيت إلا حصل شدعوي طلع مين طلع ديفيد أو دعوي ممكن بكل سهولة أقول برضو معناها مجرد ما سمعت الخبر ده أنا نطيت من الفرحة أو نطيت يبقى بتعبر عن إن بمجرد ما بيحصل عندي الفعل ده في فعل تاني بيتابعه وبكل بساطة ده يكون عندي التركيب إي وبعديها الفعل وزي ما قلنا ممكن ألاقي عندي الجملة التانية يكون فيها الش وممكن نلاقي الظرف الديو وممكن برضو في كلتا الأحوال ما نلاقيش أي منه شوف مع بعض الجملة اللي بعدها بتقول يعني إيه؟ أول ما رفعت التليفون وسمعت أو بمجرد ما سمعها الإسم ده أو بمجرد ما سمعها الصوت ده شمعمد على العداء لقيت إن ممتها هي اللي اتصلت يبقى بكل سهولة يارى أول ما رفعت التليفون أو يارى أول ما رفعت التليفون وسمعت بمجرد سمعها عرفت إن هي شمعمد على العداء عرفت إن مامتها هي اللي متصلة يبقى بكل سهولة عندي إي الفعل وبعد كده شر أو إي الفعل وبعد كده ديو متعبر عنه بمجرد ما يحدث الفعل ده هيتبعوا فعل آخر وده بكل سهولة تركيبة إي الفعل أو إي الفعل وبعدين ديو أو شر شوف مع بعض آخر جملة آخر جملة بتقول وقلنا قبل كده كلمة معناها انتهاء الفعل ده ولكن انتهاءه على أتم وجه معناها أنه أنهى أو انتهى من إعداد الطعام معناها أول ما دقته أو بمجرد تزوقي للأكل ده يودي علع يودي علع لقيته إلى حد ما شوية حرق يبقى بمجرد تزوقه للأكل اكتشف حاجة تانية إن الأكل ده كان حرق وبكده نكون شوفنا مع بعض قاعدة إي الفعل نشوف مع بعض قاعدة تانية وهي سهلة جداً ومهمة قوي في المحادثة اسمها وبعد كده منحط وراها كلمة سهاء طب بكل بساطة اللي اتنين على قد ما واحدة فيهم النفي وواحدة فيها الإثبات ولكن كل واحدة بتقديلي نفس المعنى طب ازاي؟ كلمة بتعبر عن إن الحاجة دي حصلت ولكن ما حصلتش بالسهل حصلت وكان فيه صعوبة دالغة إن أنا أعملها ما كانش من السهلة أبداً علي إن أنا أحقق الهدف ده طب معناها إيه؟ تعالوا شوف مع بعض أول جملة بكل بساطة أول حاجة بتقول معناها إيه؟ أنا سمعت الحاجة دي كذا مرة أو مرات متعددة معناها أنا فهمت ولكن كان فيه صعوبة بالغة إن أنا أفهم ما كانش الأمر علي بالسهل إن أنا أقدر أسمع وأفهم وزي ما درسنا قبل كده كلمة معناها إن هو يسمع والنتيجة بتاعت السمع بتاعته إن هو قدر يفهم فبكل سهولة كلمة معناها يفهم ممكن نقول إن حد كان معاه قطعة باللغة الصينية وكان بيسمعها فقال الجملة دي أنا سمعت كذا مرة أو مرات متعددة كان فيه صعوبة بالغة لحد ما قدرت إن أنا أفهم في النهاية الفعل بيتحقق ولكن أنا لما بيستخدم التركيبة دي بعبر على إن الفعل لما تحقق أو لو ما وصلت للنتيجة أو الهدف بتاعي ما وصلتلوش بالسهل ولكن وصلتلو بصعوبة بالغة نشوف مع بعض الجملة اللي بعديها الجملة اللي بعديها بتقول يعني الواجب بتاع النهاردة كان كتير جدا كان فيه صعوبة بالغة إن أنا أقدر أن تهي من كتابة الواجب يبقى هو فعلا قدر يحقق الهدف بتاعه وإن هو يوصله وإن هو ينتهي من كتابة الواجب ولكن لما حطيلي عندي كيمة قبل الفعل الأساسي عبر على إن تحقيق الهدف ده أو الوصول لي كان صعب أو كان فيه صعوبة بالغة عشان أقدر أوصله وحققه نشوف مع بعض الجملة اللي بعدها الجملة بتقول زي ما قلنا عندي كيمة اللي اتنين بيعبروا عن نفس المعنى إن الحاجة دي كان فيها صعوبة بالغة إن أنا حققها ولكن في النهاية قدرت عندي هنا بو هنا ما عنديش ولكن الاتنين بيقدوا لي نفس المعنى فبالتالي الهدوم كانت متسخة جدا معما كان فيه صعوبة بالغة جدا على ماما إن هي تقدر تخسل الهدوم وفي الآخر إنها تخسلها وتكون مظيفة وبكده نكون وسلنا لهاية حلقتنا مع بعض النهاردة وشوفنا أهم القواعد اللغوية وأهم النقاط اللغوية وكمان دراسنا مع بعض كل الكلمات المتخصصة بشكل مفصل وقدرنا نعمل عليها جمل بسيطة وجمل شائع أشوفكوا في حلقة جديدة إن شاء الله 好的 那我们到此结束 再见